في الوقت الذي يتنقل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث بين محافظات يمنية، صنعاء ومأرب محاولاً بناء العملية السياسية ينهار جزء من الجدار في مكان آخر خروقات أكبر من قدرة الرجل الأممي على إصلاحها مهم عدة كان على غريفث أن يبحثها مع أطراف الصراع خلال هذه الأيام التصعيد المؤخر في نهم والجوف اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة إجراءات اتفاق الأسرى والمختطفين من مأرب جدد مارتين غريفث قبل أيام دعوة الأطراف اليمنية إلى وقف الحرب لكن يبدو أن هذه الدعوة لم تصل إلى صنعاء أو الحديدة ولم تجد لها أي صدل لدى ميليشيا الحوثي ففي محافظة الحديدة أصيب أحد ضباط الارتباط التابعين للفريق الحكومي إصابة بالغة في رأسه برصاص قناص تابعاً لميليشيا الحوثي جنوبية المدينة الفريق الحكومي أبلغ أبهاجيت جوها رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بالحادثة لكن جوها لم يكلف نفسه حتى إصدار بيان إدانة بحسب تصريحات الفريق ورداً على هذا التجاهل الأممي لحدث من شأنه عودة الخطوات إلى الوراء إن كانت هناك خطوات أنجزت أصلاً فإن الفريق الحكومي انسحب من جميع النقاط التي نشرتها الأمم المتحدة في أجزاء متفرقة من مدينة الحديدة هذا الانسحاب قد تتبعه خطوات أخرى فقد قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي والضاحة الدبيش إن عملية قنص ضابط الفريق الحكومي تطور خطير من شأنه نسف اتفاق استوكولم وإجهاض عملية السلام في الحديدة سلام لا يتحدث عنه إلا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي أما المراقبون وأبناء الشعب فيعلمون أنه سلام هش وأوهى من بيت العنكبوت